موسيقى الآن التاسع عشر من الحدث أهلا بكم إلى برنامج التاسعة عشر الذي يمتد على مدى ساعتين وإليكم أبرز العنوين موسيقى للمرة الثالثة قصف يطال قاعدة بحرية للحوثي قبالة الحديدة موسيقى الحوثي صندوق بريد أمريكي إيراني وطهران توزع الأدوار على أدواتها موسيقى وإسرائيل تنتقل إلى العمليات الموضعية في حرب غزة والجبهة مع لبنان على نار حامية رغم الحديث عن اتفاق مرحلية موسيقى في أولى مهامه العمامرة يستكشف في بورسودان قبل لقاء البرهان ومالك عقار يبلغه أبعاد الحرب الأقليمية والعالمية موسيقى أهلا بكم يبدو وكأن هناك اتفاقا أو توافقا أمريكيا إيرانيا فواشنطن طالما أكدت على أنها لا تريد توسيع الحرب في المنطقة محذرة من ذلك منذ أرسلت المدمرة الأمريكية إلى المنطقة فيما أسمته سياسة الردع لعدم استرجاع أو لعدم اتساع رقعة الحرب تلاها تصريحات شبه يومية تصب في الاتجاه ذاته لحين نقلت اليوم رويترز عن مصادر إيرانية قولها أن طهران لا تريد اندلاع حرب شاملة في المنطقة وإلا أن وكلاءها في المنطقة يتخذون قراراتهم بأنفسهم وأكد مصدر إيراني لرويترز أن طهران تدعم الحسيين في قتالهم على حد وصفه معتبرا أن الأمر متروك لإسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب بحسب قوله هذا الكلام اليمني يثبت تصريحات وزير الأعلام اليمني الذي اعتبر أن تبرير الحسيين استهداف السفن التجارية بمزاعم نصرة غزة مجرد ذريعة لتصفية حسابات إيرانية مع القوى الدولية بالموازاة أعلن الجيش الأمريكي شن ضربة جديدة ضد الحسيين في اليمن استهدفت موقع ردار للحسيين وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن الضربة الأحدث نفذتها حاملة الطائرات كارني باستخدام صواريخ تومهوك بهدف إضعاف قدرة الحسيين على مهاجمة السفن من جانبها قالت مواقع إعلامية حسية أن الغارات الأمريكية الجديدة استهدفت قاعدة الديلم الجوية التي اتقع في محيط مطار صنعا وكان الناطق باسم ميليشيا الحوثي في اليمن محمد عبد السلام قد قال إن الضربات الأمريكية في اليمن التي استهدفت أحدثها قاعدة عسكرية في صنعاء لم يكن لها تأثير يذكر في سياق الحد من القدرات اليمنية وذلك للاستمرار في منع الصفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربية هذا وبعد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن جماعة الحوثي بأنها جماعة إرهابية أوضح بايدن أن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها وأضاف أن نحن واثقون من أننا مستعدون جيدا الضربات القوية والبحرية للقوات الأمريكية والبريطانية سوف تؤثر بشكل كبير على المواطنين في اليمن من ناحية المعيشية وكذلك الإنسانية فقد سوف يرتفع سعر الشحن إلى اليمن أضعاف المضاعف بسبب هذه الضربات وكذلك سوف يؤثر بشكل كبير على المنظمات بحيث أنها لن تستطيع إيصال مساعدتها بشكل كامل بسبب ارتفاع تكلفة الشحن إلى اليمن فهذا سوف يشكل صعوبة كبيرة لليمنين نحن كمواطنين نتخوف من أن يطول أمد الحرب وتنعكس بشكل مباشر على الحياة المعيشية وكما تعلمون نحن في اليمن آنينا من حرب مدتها ثمان سنوات انعكست بشكل كبير على حياة المواطنين بعد وصول الهجمات الحوثية ضد حركة الملاحة إلى 27 هجمة يبقى السؤال الأهم في أعقاب الدربات إن كانت ستوقف تهديدات الحوثيين لحركة الملاحة البحرية تجيب وكالة الصحافة الفرنسية على التساؤل وتؤكد أن تعطيل القدرات العسكرية للحوثيين ليست بالمهمة السهلة وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن خبراء وبحثين قولهم إن الحوثيين يعملون على إخفاء ترسنتهم بالاستفادة من الجغرافيا الصعبة ويؤكد الخبراء بأن الضربات الجوية يمكن أن تدمر جزءا من قدرات الحوثيين العسكرية لكنها لن تقضي عليها وسيظل التهديد مرتفعا رأي آخر يضيفه الخبراء لفرانس برس وهو أن فعالية الضربات تعتمد على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حياة الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة هي تماما ما كان يبحث عنه الحوثيون في الفترة الأخيرة هذا ما خلص إليه تقرير أعدته صحيفة واشنطن بوست التي قالت إن أمريكا وبريطانيا دخلتا حربا ستواجهان من خلالها عدوا اعتاد على القتال وخوض مثل هذه الحروب بشكل جيد وتنقل الصحيفة الأمريكية عن محللين أن تلك الضربات لن تردع المسلحين عن مواصلة تقويد أمن الملاحة في المنطقة وبالرغم من أن زعماء الدولتين يصفون تلك الهجمات بالناجحة إلا أن المحللين يرون أنها تكشف عن فشل واشنطن في احتواء التداعيات الأقليمية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة ونقل تقرير الصحيفة عن خبر قولهم إن الغرب وخاصة الولايات المتحدة يبحث عن حلول سريعة للصراعات الطويلة في الشرق الأوسط مشيرين إلى النقص في التفكير الاستراتيجي بما في ذلك ما يتعلق باليمن والفشل في استثمار هذا النوع من الاهتمام الذي كان من الممكن أن ينتج بديلا لهيمنة الحسيين ترجمة نانسي قنقر قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد ميليشيات الحوسي تترك اليمن على شفى الحرب الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن ميليشيا الحوسي دفعت بنفسها إلى دائرة الضوء العالمية وزرعت الفوضى في البحر الأحمر وهاجمت السفن التجارية وأكدت الصحيفة أن الميليشيات المدعومة من إيران رحبت بالضربات الأمريكية بسعادة غامرة وأكدت مواقف قادتها بأنها غير مبالية بالحرب ومن المرجح وفقا لنيويورك تايمز أن يؤدي الهجوم الغربي على ميليشيا الحوسي إلى تعزيز شعبيتها وتقدم ذريعة جديدة للهروب من التزاماتهم أمام اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها قلنا مراراً وتكراراً بأن اليمنيين كافة مع القضية الفلسطينية وهي قضيتهم المركزية لكن التهديدات المستمرة للملاحة الدولية من قبل جماعة الحوثي هذه التهديدات لا تخدم إلا القانب الإمريكي والقانب الإيراني نحن متضررين بهذا الشيء كوننا نحن في تعز محاصرين ومر الضرر أكثر وأكثر فالحوثيين لما أملوا هذا الشيء يعني ما بيسويش حق الفلسطين بالعكس هم الآن يسويوا لإيران ويدعموا إيران بهذا الشيء يتوسع الصراع في البحر العمار فإنه سيكون هناك تدعيات اقتصادية على الموطن اليمني تتركز في غلاء الأسعار وإنعكاس التساة أنا أهل المحيط الإقليمي لنا أدروع قادرة على التأثير قادرة على التأثير على الملاحة الدولية أعتقد أنه بنفعل حماية الممرات المائية العالمية تعتبر كما يقولنا إيش أمر لابد منه لأن المسألة لن تكون فقط لغير كما يقولوا مؤثرة على إسرائيل وغيرها برغم أنها لا تؤثر ولا تخرق أي ضرر لإسرائيل إسرائيل عندها منافذ عديدة والعالم يمكن أن يصنع إلى إسرائيل بكل السور والمعروف أن اليمنيين يعني دولة استهلاكية تعتمد على الاستيراد من الخارج إذا ملتهبت المنطقة هذه معنا هذا أنه اللي بيد أكثر يعني دولة حتدفع ثمن هي اليمن الحوثي لم يستطع أن يحل مشاكله يعني مع اليمنيين ويتصدر إلى مشاكل وقلب مشاكل أخرى في بلادنا هذا طبعا لا يتناسب مع العقل من واشنطن ينضم إلينا مستشار الحدث الشؤون الأمريكية الدكتور وليد فارس أهلا بك دكتور وليد إلى تسعة عشرة يعني يكثر الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني أمريكا لا تريد توسيع نطاق هذه الحرب في المنطقة وإيران لا تدخل بمواجهة مباشرة ولكن توظف أزرعها وبالرغم من ذلك نرى بأنها تتنصل من هذه الأزرع تقول بأنها صحيح تدعمها ولكن لا توحي ولا تشير لها متى تدخل بمعارك محدودة أو متى تقوم بالهجمات التي تقوم بها كيف يمكن تفسير الموقف الإيراني يعني عند إذن لماذا تقوم بهذه الهجمات تفسير الموقف الإيراني يأتي مباشرة من المؤسسة الأم يعني النظام الإيراني إذا رجعنا بالخطابات التي تلقى في طهران والمراقبين هنا لم يكن ينتبهوا أن إيران قالت أنا لدي أربعة أزرع نحن نتفاوض ليس نتفاوض نحن ننسق معهم ورؤساء وقيادات هذه الميليشيات كم من مرة أكان مع حزب الله أو الحوثيين أو الحشد في العراق هم الذين قالوا لو لا الجمهورية الإسلامية التي عطتنا السلاح وإلى ما هنالك ونحن في تنسيق جامل كل هذا الكلام أطنان من هذا الكلام يقال واليوم تأتي يأتي النظام الإيراني ويقول لا علاقة لي بهذه الميليشيات يعني الناس لا يمكن أن تخدع بهذه الطريقة قليل من الريسورس من الأبحاث على الجوجل وتأتي كل الأجوبة ما يجري الآن هو كلام النظام الإيراني يستعمل في أمريكا هنا في واشنطن ونيويورك من قبل الذين يؤيدون الاتفاق النووي الإيراني فيقولوا انظروا انظروا تهران لا علاقة لها بالموضوع فلننتفاوض معه يعني سمعنا بتقريركم ما تنشره واشنطن بوست والنيويورك تايمز هاتان مصيرتان إعلاميتان تؤيدان الاتفاق النووي الإيراني يعني الكلام الإيراني هو للأسواق الأمريكية والأوروبية اللي يقولوا نحن لا علاقة لنا بها هم قرروا الحوثيون يقررون إغفال البحر الأحمر منذ متى هم قادرين دكتور وليد إذا كانت هذه الرواية يعني يمكن أن تمرر على هذه الدول على الغرب لماذا نرى بأنه بالمقابل أيضا حتى الولايات المتحدة وبريطانيا عندما تقمان بدربات تقمان بدربات محدودة ويقول الخبراء بأنها فعلا لا تؤدي إلى شل حركة الحوثيين وقدرتهم الكلية على استهداف السفن في البحر الأحمر يعني وكأنها ضربات رمزية فقط ليقولوا بأننا رددنا عليهم النقطة الأخيرة صحيحة هذه الضربات ليس هدفها وقالتها القيادة العسكرية في السينتكوم وقالها البنتاكول هم قالوها بكل صراحة نحن لا نضرب لإسقاط نظام الحوثيين هل قال أحد في واشنطن أن هذا هو الهدف أو بلندن لا قالوا دكتور وليد ولكن هم سوقوا لرواية أن هذه الضربات ستشل قدرة الحوثيين لكي لا يتمكنوا من متابعة هجماتهم على السفن ولكن حتى قضية شل هذه الهجمات على ما يقول الخبراء بأنها غير صحيحة غير دقيقة سأعطيك وجهة نظري عندما نتساءل عن الهدف الاستراتيجي لعمليات لا نتساءل في اليوم الثالث والرابع نحن في منتصف هذه السلسلة يعني بعض الناس تعتقد أنه ستشن آلاف من الطائرات وتدمر كل الطاقات ب48 ساعة انظري ما حدث في سربيا نحن نذكر الذي حدث في سربيا الذي حدث في العراق ضد صادم حسين لا أحد بإمكانه أن ينهي مساحة من هذا النوع بكل هذه الأسلحة وهناك سبب آخر يعني أقصد بسرعة 48-72 ساعة الموضوع الآخر أنه لا تزال هناك مفاوضات هذه ليس حرب لإسقاط النظام هذا الذي أحاول أن أفسره لو كان هكذا كما قال جورج بوش وتوني بلير عندما دخلوا إلى العراق قالوا الهدف هو أسقاط النظام والباقي يعني لا أمر فيه الذي يجري الآن هو محاولة من هذه الإدارة وشركائها في أوروبا أن يقولوا لإيران نحن سنضرب لا تريدون التفاوض معنا حول إسكات هذا الموضوع سنضرب أكثر يعني هذا التصعيد للوصول إلى وقت الحوثيين والإيرانيين فتقول نعم نحن مستعدين للتفاوض نحن بعيدين بعدنا حتى الآن عن هذا الموضوع طيب كيف يقرأ موقف بايدن الذي قال بأن جماعة الحوثي طبعا ردا على أسئلة أحد الصحفيين قال بأنها نعم إرهابية هل هي مقدمة لإعادة إدراج الحوثيين على لائحة الجماعة الإرهابية أم أننا بعيدون عن ذلك أولا هذه السياسة داخلية فيما يتعلق بكيف يتكلم الرئيس بايدن ونحن وأنتم وكل من راقب يعني نعرف جميعا أنه أحيانا رئيس بايدن يقول أكثر من مقالة له المستشارين أو أحيانا يعني يتذكر تماما مقالة له آخر مستشار لأن هذه المسألة فيها داخل وفيها خارج ما هو الداخل؟ الداخل في صراع بين جناحين جناح اللوب الإيراني القوي المتمول والآن هناك بالطبع لأن الموضوع له علاقة بإسرائيل ليس فقط بالحوثيين والممرات الدولية اللوب الإسرائيلي يقول لهذه الإدارة لا يمكنكم أن تسكتوا على هذا الموضوع انظروا ما يحدث في باب المندب انظروا ما يحدث في إسرائيل والآن طبعا جنوب لبنان قد يتصعد الوضع إذن هو يوازن بين كلام يقول لإرضاء طرف وعمل يقوم به أو لا يقوم به لإرضاء أطراف أخرى من داخل إدارته وفي الكونغرس شكرا جزيلا لك مستشار الحدث للشؤون الأمريكية الدكتور وليد فارس كنت معنا مباشرة من واشنطن شكرا لك أهلا بكم أيضا في الدسعة عشر ولكن بعد الفاصل شتاء لبنان نقمة على النازحين السوريين ترجمة نانسي قنقر رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء تاركة خلفها ذاكرة ورمات وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شهيدة على البكان والزمان والإنسان هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصدقية نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم ونسأل ونبحث ونتحرّ لأننا نسعى دائما لرصد الحدادة أعرف الأخبار وتابع الحدادة أهلا بكم من جديد أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جزاب بوريل أن الوقت الدائم للقتال في قطاع غزة هو وحده القادر على تحسين وقف القتال على تحسين وضع المدنيين في القطاع بوريل أضاف في بيان له أن المساعدات الواردة لقطاع غزة غير كافية على الإطلاق بالرغم من الجهود الأخيرة لزيادة تدفقها كما طلب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعضاء الاتحاد بتكثيف جهودهم لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحلال السلام في المنطقة واعتبر بوريل مأساة غزة ومخاطر انتشار الصراع اعتبرها القضية الأكثر الحاحن التي يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معها وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن التوترات المتزايد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والهجمات الحسية في البحر الأحمر من شأنها أن تؤدي لاتساع الصراع نفذ الطيران الإسرائيلي أربعة غارات على بلدات ميس الجبل والخيام وكفر كلا بالإضافة إلى استهداف هذه المناطق بالقذائف الفسفورية كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أحد المنازل في بلدة يارين الحدودية بصاروخي جو أرض مما أدى إلى تدميره بالكامل ووقوع إصابات كذلك تعرضت أطراف بلدات تعيد الشعب ورميش وحولة ومنطقة خلد بناس لقصف مدفعي في المقابل نفذ حزب الله سلسلة عمليات استهدفت سكنة برانيت كذلك موقعي بركتريشا والعاصي اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتس هليفي أن من يربط وقف التصعيد على الحدود اللبنانية بوقف القتال في غزة سيدفع أثمانا متزايدة وأكد هليفي أن الجيش الإسرائيلي يلحق أضرارا كبيرة بقدرات حزب الله التي بناها على مدى سنوات مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي يشن غراته في المجال الجوي اللبناني دون أي رادع قائد الأركان الإسرائيلي اتهم حزب الله باستغلال الأراضي اللبنانية أو بتحويل الأراضي اللبنانية بكاملها إلى ساحة قتال متوعدا بتكبيده ثمنا باهظا وضعت إسرائيل حربها في غزة على نار هادئة لكن لم تهدأ الجبهات وتنكب بكل ثقلها العسكري والاستخباراتي على جبهة الشمال مع حزب الله الخميس الماضي طار المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين من بيروت حاملا خيباته بعد أن نعل مفاوضات الرومية لحل دائم للصراع في جنوب لبنان مال هوكشتاين المعلقة على حل مؤقت للصراع بددها الكاتب البارز في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان باعتباره أن إسرائيل ذاهبة إلى أبعد من كل التوقعات وإلا فمصيرها الزوال على الجبهة يواجه حزب الله غضبة الأبيب ويعد جثث مقاتليه وقادته الذين تخطوا المئة وخمسين قتيلا منذ بدء المعارك معظم مقتل حزب الله سقطوا في مواقعه المحاذية للحدود بحسب مركز ألمى الإسرائيلي للأبحاث وذلك ما دفع بأعداد جديدة من سكان البلدات الجنوبية حتى البعيد عن الحدود إلى النزوح شمالا وباتجاه البقاع وتقول مصادر الحدث أن حزب الله أعد استراتيجية جديدة لتفادي الخسائر المادية والبشرية الفادحة في مناطقه أي الجنوب والبقاع واتجه الحزب خصوصا بعد حرب 2006 إلى إنشاء مراكز جديدة في مناطق عدة في الشمال منها طرابلس وتحديدا أبي سمرة وفي بلدة تبنين العكارية وكذلك في جرود بلدتي الهرمل ومشمش العكارية بالإضافة إلى جرود منطقتين بشر والضني وتحديدا في منطقة القرن السوداء ولا تقتصر هذه المراكز على التدريب العسكري والميداني بل تشمل التجنيدة لمقاتلين من خارج ما تسمى بيئة حزب الله مستغلا الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها سكان هذه المناطق بحسب مصادر الحدث ومن بيروت ينضم إلينا المحاضر الجامعي والمحلل السياسي الدكتور صالح المشنوق أهلا بك دكتور صالح إلى 19 تحدثنا إذن عن نعي لأي اتفاق دائم بين لبنان وإسرائيل ولكن حتى على ما يبدو الاتفاق المؤقت لم تتضح معالمه بعد هل هناك أي معلومات عما تم الاتفاق عليه حتى الآن؟ والله لحد اليوم نعرف أنه قام المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس وكشلين بزيارة بيروت لمناقشة تفاصيل إمكانية تفادي الحرب بين إسرائيل وحزب الله لا يوجد أي معلومات جدية عن تفاصيل المقترح الذي عرضه المبعوث الأمريكي طبعا التخوف هنا من ربما نظرا للتاريخ القريب لممارسات المبعوث الأمريكي نقطتين أساسيتين النقطة الأولى أنه طبيعته ديل ميكر وبالتالي قد يتوصل إلى اتفاق لا يلبي الحاجات الجدية للحقول دون نشوب أعمال عسكرية وإمكانية حرب بين حزب الله وإسرائيل في المدى القريب والبعيد والثانية هو إمكانية أن يكون يتفاوض على الدولة اللبنانية وذلك بغياب الدولة اللبنانية عن التفاوض وعملية التفاوض وبالتالي أعطاء حزب الله جوائز طردية في الداخل اللبناني مقابل إراحة إسرائيل في الجنوب اللبناني وهذا شيء لن يكون غريبا على تاريخ هذا الفريق السياسي نتذكر جيدا كيف في العام 1991 تم تسليم لبنان إلى النظام السوري وأبعاد الشريك العربي عن إدارة شؤون لبنانية مبعض الطائف وكيف احتل السوري لبنان مدة 15 عاما ولكن دكتور صالح حتى لو أخذ حتى لو تمت مقايدة هذا الموضوع بمعنى أعطية لحزب الله ما يريده في الداخل اللبناني هل يمكن مقابل ذلك ينسحب إلى ما بعد الخط الأزرق لأنه على ما يبدو إسرائيل تريد ذلك ولو اختلفت الطرق تقول بأننا نريده بالطرق نفضله بالطرق الديبلوماسية ولكن إن لم ينجح ذلك سنتوجه إلى الأساليب العسكرية وبالتالي هذا مطلب على ما يبدو لن تتخلى عنه نحن أمام احتمالين صراحة الاحتمال الأول هو أن ينفس حزب الله القرار 1701 الذي وافق عليه هو في العام 2006 بعد خوضه للحرب التي قال عنها أمين عام حزب الله أنه لو كان يعلم بنتائجها لما خاضها وهذا القرار يقول بصراحة أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل هما الجهتين الوحيدتين المخولتين التواجد العسكري جنوب الليطاني وأما الظاهر من الموجود واللي عام الرأبه العودة إلى حرب هي تكون الرابعة على حساب لبنان بين حزب الله وإسرائيل بعد حروب 93 و96 وال2006 وذلك رغم عن إرادة الشعب اللبناني لأن كل استطلاعات الرأي أظهرت من الشعب اللبناني بأغلبياته الصاحقة وبنسبة 76% هو رافض تماما لإدخال لبنان عسكريا في حرب غزة تحت شعار وحدة الساحات تحت الإدارة الإيرانية بالفعل بهذا الإطار دكتور صالح المعلومات تتحدث عن أن الحرب قادمة لا محالة ولكن هناك اختلاف على التوقيت على حجم هذه الحرب يعني عامة إذا كانت إسرائيل ستستهدف أبعد من الجنوب وبيروت وحتى عن من يبادر عن من يطلق الرصاصة الأولى منهم من يقول بأن الحزب سيسارع إلى ذلك بأنه يعلم بأن إسرائيل ستقوم بهذه الحرب والبعض الآخر يقول بأن إسرائيل هي التي ستقرر بداية هذه الحرب وشكلها إلى أي طرح تميل أكثر؟ هو للصراحة أمين عام حزب الله حسن نصر الله قال بصراحة أنه هو من فتح جبهة الجنوب يعني يجب أخذ هكذا شخصيات بهذا المستوى وبهكذا قدرة على القرار على محمل الجد هو قال أنه فتح جبهة الجنوب نصرة لحماس في غزة وقد فتح هذه المعركة الآن صحيح بالتحليل استراتيجي أن حزب الله لن ينتحر كرامة المدنيين الفلسطينيين لأنه هو بتأسيسه وبعقيداته وبأهدافه يجب أن يحافظ على نفسه أداة في خدمة المشروع الإيراني في المنطقة والمشروع التوسعي في العالم العربي إضافة إلى الإمكانية نشوب ضرورة دفاع النظام في إيران في حال تم توجيه ضربة لإيران ولكن حسابات الحرب في المنطقة خصوصا بعد 7 أكتوبر لا تخضع لتوازنات أو الضوابط التي يرسمها حزب الله في مسألات تطور الأعمال العسكرية الأساس هنا ليس من يكون بالتصعيد أو غيره الأساس هو طبيعة الحل الذي ينصف حق لبنان واللبنانيين في العيش بسلام هناك قرار أمم متحدة من مجلس الأمن وافقت عليه الحكومة اللبنانية عندما كان هناك حكومة تفاوض باسم لبنان بالعام 2006 ونتذكر النقاط السبع والرؤية الواضحة التي وضعتها حكومة لبنان على عكس الحكومة المرتهنة الموجودة اليوم هذا القرار يقول بصراحة أن قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفل يمسكان بالأمن والاستقرار في الجنوب وبالتالي لا يحدث تعديات إسرائيلية ولا حزب الله يقوم بالتقدم بقواته ولكن بعد انتهائه من حرب سوريا قام حزب الله بمضاعفة وجوده العسكري في الجنوب كجزء من الرؤية الاستراتيجية الإيرانية للمنطقة وتطور ذلك بعد أحداث سبع أكتوبر إلى قرار اتخذه منفردا بالدخول رغم إرادة اللبنانيين في حرب غزة وبالتالي للقيام بهلوانيات عسكرية لم تساعد غزة بشيء بل حضرت الأرضية لكي يفاوض هو وشريكه الإيراني على مستقبل لبنان والمنطقة ولكن هذه الحسابات لا يمكن لنصر الله أو لغيره أن يضبطها على قاعدة إقاعه هو أو حساباته هو شخصية نعم شكرا جسينا لك الأستاذ المحاضر والمحلل السياسي الدكتور صالح المشنوق كنت معنا مباشرة من بيروت شكرا لك ومن تل أبيب ينضم إلينا المحلل العسكري يوسي ملمان أهلا بك سيد يوسي إلى تساعة عشر دائما يشدد المسؤولون الإسرائيليون في خطاباتهم الأخيرة على أنهم يريدون تأمين جبهة الشمال عبر انسحاب حزب الله إلى مبعد الخط الأزرق ويقولون بأن ذلك سيكون إما بالطرق الديبلوماسية وهذا ما يفضلونه أو بالطرق العسكرية الطرق الديبلوماسية على ما يبدو فشلت بحسب ما تسرب عن لقاءات هوكشتاين وبالتالي هل هذا يعني بأن إسرائيل ذاهبا لا محالة إلى حرب مع جنوب لبنان لا أعتقد أن الجهود الدبلوماسية قد فشلت فالوليات المتحدة تسعى مرار وتكرار عبر مبعوثها إلى لبنان لتوصل إلى تسوية ديبلوماسية وفي غدون ذلك وفي ذلك عدم توفر تسوية ديبلوماسية فإن العشرات أو عشرات ومئات والألاف وعشرات الألاف من المواطنين الإسرائيليين تم إجلاؤهم والجانبان يتبادلان القصفة وإطلاق النار على مستويات مختلفة من الكثافة بين الفينة والأخرى يكون هناك قصف مكثف وهذه حرب استنزاف يأخذها الجانبان الذين لا يرغبان في الانتقال إلى حرب شاملة ولكن إذا ما كانت أو إذا في حال عدم أي تسوية ديبلوماسية فسينبغي على إسرائيل إعادة التفكير فيما إذا كان عليها أن ربما غزوي لبنان أو بدء حرب ضد حزب الله لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة قبل أن أتابع معك بهذه النقطة تتحدث بأن المسار الديبلوماسي لم يقفل تماما بعد هوكشتاين بنفسه قال بأن محاولاته لإيجاد حل دائم على الحدود لم تنجح هو يبحث عن حل مؤقت وحتى على ما يبدو هذا الحل المؤقت يعني لم تتضح معالمه بعد ماذا تقصد عندما تقول بأن هذا المسار لم يقفل كاملا بعد هل هناك أي معالم لحل مؤقت هذا الافتراض باعتقاد خاطئ فالمبعوث الأمريكي سوف يسعى ويوعيد المسعى ويزيد ويكرر مرة أخرى سعيا لتوصل إلى حل وقد زار المنطقة حوالي ثلاثة أو أربع مرات ولكنه سوف يواصل المساعي من أجل إيجاد سبل خلاقة تساعد على استقرار الوضع والفكرة التي تم ترحوها على الطاولة هي في الواقع عدم القيامي أو عدم المطالبة بانسحاب القوات حزب الله وفقا لقرار مجلس الأمن سبعة تاشر سفر واحد والإبقاء على الوضع القائم كما هو في الوقت الرهن ولكن المحاولة التعامل مع الثلاثة عشرة نقطة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان ويبدو الأمر سخيف لأن الجانبين يتجادلان بشأن مترين هنا وخمسة أمتار هناك وبالتالي يمكن بسهولة حل هذا الإشكال لكن الفكرة تستقدم من أجل خفض التصعيد ولا زال أعتقد أن الدبلوماسية يمكن أن تحقيق النجاح وإذا ما تعذر ذلك عندئذ فإن الجانبين سوف يواجهان خيار صعب للغاية لأن لا أحد منهم يرغب في الحرب ولكن حزب الله يقول ويكرر أنه طالما أنه ليس هناك وقف لإطلاق النار أو اتفاق في غزة فإنه سوف يواصل تقديم الدعم لما يسمى بإخوته الفلسطينيين إذن طالما سمرت الحرب في غزة فسيكون من الصعوبة بما كان التوصل إلى التسوية الشاملة مع حزب الله في لبنان ولكن علينا أن نفهم أن الطرفين يواجهان ضربات وأعتقد أن حزب الله تكبد خسائر فادحة من حيث المعدات العسكرية وعدة القتلى في القوات النخبة لديه وقادته وكذلك الإسرائيليون يعانون حيث أن مدنهم ومزارعهم تتعرض للقصف ويتم إجلاؤهم منها سيد يوسي ما رأيكم بالطرح القائل بأن الحرب مع حزب الله قادمة لا محالة بغض النظر عن توقيتها يعني على ما يبدو محللون أو هناك إجماع بالداخل الإسرائيلي على حتمية هذه الحرب بغض النظر عن من يبدأها وكيف وتوسيع نطاقها كلا لا أعتقد أن الحرب وشيكة أو لا يمكن تفاديها وكما أسلفت الذكرى من قبل فإن الطرفين لا يرغبان التصعيد ولذلك فهم يحافظان على مستوى الاشتباكات عند مستوى معين يمكن إدارته وكثافة الاشتباكات وكما أسلفت تتأرجح صعودا ونزولا وهذا في الواقع الاتفاق الضمني بين الطرفين والحرب ليست بالضرورة في الأفق ولكن في حال الإنعدام توصل إلى حل ففي نهاية المطاف يمكن أن تنشب الحرب أو يتم التصعيد وصولا إلى حرب شاملة بسبب عدم التقدير ولكن يجب أن نتذكر أنه منذ عام 2006 وحتى شهر أكتوبر من عام 2023 عم السلام على امتداد الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد الحرب الثانية في لبنان بمعنى أن حزب الله قادر على الحفاظ على السلام والهدوء والتزام بالاتفاق على الرغم من وقوع بعض الانتهاكات هنا وهناك شكرا لك المحل العسكري يوسي ملمان حدثنا مباشرة من تل أبيب شكرا لك في شمال لبنان غارق مخيم للنازحين السوريين في منطقة عكار بالسيول نتابع ترجمة نانسي قنقر فيما غارق أربعة بينهم طفل وتضررت عشرات المنازل والأراضي بسبب فيضان النهر الكبير الجنوبي بمحافظة تارتوس السورية مصادر محلية أوضحت أن الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب مياه النهر الكبير لتندفع لاحقا نحو ممتلكات المواطنين والفلاحين في قرى سهل عكار في التاسعة عشر أيضا ولكن بعد الفاصل لقاءات الأعمامر في بورسودان ترسم خارطة حل الصراع نقل الأخبار وتغفيتها يحتاج التزاما بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما يمبغي قوله أو تصويره بل تكشف للناس ما هو أبعد ميذائك كي يروع عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية فمبدأ التوازن هو النعياء والمصادر الموثوقة هي المرجع كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان هو محور الحدث أحييكم من جديد ونتابع مع الشأن السوداني إذ بدأ المبعوث الأممي إلى السودان رمطان العمامرة زيارة إلى السودان سيجري خلالها لقاءات رسمية مع أحزاب سياسية ومسؤولين سودانيين وكذلك نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار قبل لقائه المرتقب غدا مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان لبحث إنهاء الحرب وهذه الزيارة هي الأولى للمبعوث الأممي بعد تعيينه في منصبه وسيستمع خلالها لوجهة نظر الأطراف ومواقفهم من سبل إيقاف الحرب والأوضاع الإنسانية أفاد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار للحدث أن رحلة المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة هي استكشافية والغاية منها الاطلاع على آراء السودانيين مؤكدا أنه سيبلبر خارطة طريق لإنهاء الحرب ويقدمها للأمين العام للأمم المتحدة وأبلغ عقار العمامرة أن الحرب لها أبعاد أقليمية وعالمية كما نقش معهم ما يحدث في أمن البحر الأحمر وتوقيع بعض الدول لاتفاقيات ثنائية بينهم موضحا للمبعوث موقف السودان من عدم تنفيذ اتفاق جيبوتي المتمثل بلقاء البرهان وحمدتي وأشار إلى أن جهود الأمم المتحدة حتى الآن منفصلة عن الإيقاد لكن العمامرة سيلتقي بالمنظمات الأفريقية جاء بالرحلة استكشافية جاء بالرحلة استكشافية دير يعرف عراء السودانين وفعلا دائما قلنا أنه يلتغى بالمجموعة السودانين هو بعدها هايبلور خارطة الطريق يقدم لسيدة الأمين العام في كيفية معالجة القضية السودانية أنا تحدثنا معاو أن القضية السودانية في الحرب في سودان هي حرب مواقبة هي حرب لعبعات إغليمية لعبعات خارجية لعبعات كثيرة وهذه العبعات لا بد أن تجتمع على كلمة السواء في معالجة القضية السودانية أعلن وزير الخارجية السودانية علي الصادق استعداد حكومة بلاده للتوصل لحل تفاوضي كما ورد في اتفاق جدة الموقع بين الجيش والدعم السريع والتقى الصادق بالمباوث الخاص للأمم المتحدة رمضان الأمامرة وأطلعه على الأسباب التي أدت لاندلاع الحرب وما قبلها ودور الاتفاق الإطاري وتحركات الدعم السريع من القاهرة نضم إلينا مبارك أردول الأمين العام للتوافق الوطني السوداني والقيادي في الحرية والتهيير على الكتلة الديمقراطية أهلا بكم إلى التسعة عشر أستاذ مبارك يعني ما الذي دار حقيقة أو ما الذي تم التوصل إليه في هذه اللقاءات التي عقدها رمضان الأمامرة حتى الآن نعلم بأن الأطراف السودانية تعطيه أو تطلعه على وجهة نظرها مما جرى ومن الحلول المقترحة ولكن هل هناك أكثر من ذلك؟ شكرا جزيلا لك ولكل المشاهدين صراحة يعني اللقاء مع سيد رمضان الأمامرة أو رمضان الأمامرة كان لقاء يعني نعتقده نقاء كان ممتاز وهو يعني جلس مع أطراف سودانية مختلفة قوى سياسية وكذلك مع أعضاء في المجلس السيادي سيما نائبه نائب المجلس السيادي سيد مالك عقار اللقاءات بدت من القاهرة التقى ببعض القوى السياسية في القاهرة وبالأمس واليوم كان اللقاءات في الخرطوم ممثلونها في الكتلة الدموقراطية التقوه ما عادت من الكتلة السياسية في بور سودان اللقاء يعني كان يستكشف سيد العمامرة يستكشف الآراء ويستمع لآراء السودانين المختلفة سيما بعسته جاءت بعد إنهاء البعثة المشتركة للانتغال التي كان رأسها فولكر أنهيت بعد إنهاء العقد بين السودان والأول المتحدة وتم طرد سيدة فولكر من السودان ورمضان مهمته أعتقد سوف تكون لديها بعض التحديات السودانين يحتاجوا بشكل كبير أنه يعني يضعوا الصغة في المؤسسات الأممية خاصة بعست فولكر كانت ليست بتلك الأداء الذي يتسم بالحياة أو يتسم بتقديم الحلول وإنما يعني كل الناس رأوا أن هذه البعثة كانت تميل لبعض الأطراف السياسية في المشهد السوداني ويروها أنها تسببت في تصعيد الأوضاع وقيادته لهذا الاحتغان الذي انفجر في الحرب فلذلك مهمة سيد رمضان العمامرة فيها شيء من الصعوبة هو تحفز كثيرا في الحديث أو كان أكثر استماعا في الاجتماع واستطلاعا لآراء والإجهات النظر ولم يدلي بأي تصريحات حتى في الاجتماع كان متحفز أكثر لذلك هذا الاستطلاع ربما سوف يأتي بعض مناقشات برؤى مختلفة وسوف يقدمها للأمين العام المهمة التي تتبادر إلى الزهن أن مهمة سيد العمامرة تختلف من البعثة السابقة البعثة السابقة كانت لديها مهام تنفيذية وأنشطة تعتبر المساعدات للانتغال ولكن أعتقد مهمة العمامرة تكون أكثر استشارية وتقدم بعض الآراء وإرشادية للأمين العام المتحدة ينصحه بما يمكن أن يتخذه ليست لديه مهام تنفيذية مباشرة ويمكن أن ينخرج في جهود السلام بصفته الدبلوماسية الشخصية مع الجهات الغليمية المختلفة ومع المنابر التي تسعى لتحقيق السلام في سود من المقرر أن يلتقي البرهان غدا ولكن لم نعلم إذا كان حدد أي موعد مع أحمدتي هل هناك أي معلومات في هذا الإطار؟ والله أعتقد أن سوف يلتقي البرهان كرئيس للحكومة ورئيس للمجلس السيادي وقايد للغوات المسلحة ولكن لا أستبعد أن يلتقي بأحمدتي كأحد أطراف الأزمة لأنه واحدة من مهامه أو واحدة من الاستشارات التي سوف يقدمها النصائح للأمينة العام والتحدة كيفية تحقيق السلام والاستماع للأطراف كلا بشكل مباشر لا استبعد هذا اللقاء وأعتقد هذا متوقع طالما هنا هو طرف أعتقد هو سوف يلتقيه في أي وقت كان أو في أي مكان لكن القامة الأول سوف يلتقي بالحكومة هذا ما أتوقعه هل تعتقد أو هل هناك معلومات ما إذا كان رمضان الأمامر سينطلق مما توصل إليه بالسابق أسلافه أو حتى سينسق مع إيقاد ومع مبادرة جدة أم أنه ينطلق بكل شيء من الصفر أعتقد فيما يخص يفضل فيما يخص أسلافه في البعثة الأممية أعتقد يجب وأنصحه أن يقطع تماما يعمل قطيعة بينه وبين ذلك الماضي الأليم وزملائه كان طريقهم وتجربتهم ما كانت سهلة في السودان وكانت خلفت آثار سالبة جدا جدا حتى الحكومة سوف تتحدث معه وتحدثت معه أعتقد بشكل واضح البعثة كانت تسببت في مشاكل كبيرة وإنحيازات سياسية وإنحيازات تسببت حتى تدخلت في مهام سيادية في البلاد فلذلك من الأفضل لرمضان وأعتقد من المهمة هو ليس لديه فرصة أن يتدخل كما كان يتدخل فولكارت سايبغا مهمته طبعا تكون أكثرها أدفايزر يكون شكل مستشار أو ناصح للأمين العام المتحدة ما يمكن أن يفعله أما فيما يخص التنسيق مع ممبر جدا وهذا ما يفضل ويجب أن ينسق مع ممبر جدا تعدد المنابر وتكاثرها سوف تضر بالقضية السياسية يجب أن يجب مع الممبر المقام في جدة المعني ب وقف العدائيات وكذلك إدخال المساعدات الإنسانية حتى الممبر يحتاج لبعض التنشيط في جدة لأنه إذا رأيته الآن الممبر لديه بعض حالة من الخمول يحتاج لتنشيط حتى الأزمة السياسية في السودان لا تنتظر كل يوم المعاناة تتوسع دوائرها يتوسع حوجة المواطنين للمساعدات تتوسع حوجة المواطنين للأمن وحوجتهم وتبعد الأزمة سوف لديها إفرازات خطيرة على المنطقة وعلى الإغليم وعلى السودان في المغام الأول التنسيق مع الإيقات يعني منبر لديه بعض التأخر وأعتقد أنه لديه بعض المشاكل الهيكلية الآن يعني القمة التي عقدت في جبوتي لم ينفذ منها شيء لم يعين مبعوث للإيقات أو معني أو شخص منذوب للإيقات في السودان كما كانت المغررات ولم يعني يقطع الجدل حول موعد اللقاء حدد اللقاء حسب الخارجية حسب الخطاب الذي أرسل يوم 28 ديسمبر الماضي حتى الآن لم يعقد اللقاء ولم يحدد اليوم فتمت الدعوات إلى الأطراف في القمة الغادمة في عن تبي وهذه القمة يعني فيها نوع من الغرابة وفيها ربكة في التنسيق من الدعوات التي أرسلت شكرا جزيلا لك مبارك أردول الأمين العام للتوافق الوطني السوداني والقيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية شكرا لك شكرا جزيلا ترصد الصحفية خول الخالد كيفية مغادرة الأطقم الصحفية لمحيط مستشفى شهداء الأقصى نظرا لقرب توغل الجيش الإسرائيلي حيث يقوم الصحفيون بإزالة معداتهم والخروج من المنطقة بالكامل هذه الخيمة الخلفي كانت خيمة الصحفيين وكما نشاهد هنا الإعلام يقوم بإزالة معداته بالكامل والخروج من هذه المنطقة على الفور هنا مستشفى شهداء الأقصى الذي كان يعج بالنازحين وبالعائلات والمصابين والكوادر الطبية الآن كل هذا الأمر بات فراغا في هذه المنطقة ومازالت عمليات الخروج من المستشفى جارية في ضمن أصوات الاشتباكات وأصوات الحجائف الإسرائيلية التي تطلق بكثافة منذ الليلة الفائتة وحتى هذه البحضة دون توفف مع التأكيد أيضاً أن الجيش الإسرائيلي أقدم على قطع الإتصالات والإنترات في هذه المنطقة بشكل مباشر وهذا الأمر الذي أندر المواطنين فعلياً بإمكانية أن يكون هناك عملية توفو البري في هذه المنطقة مجريات الأمور الميدانية هي من ستحدد هذا الأمر بطبيعة الحال سنقوم باستكمال التغطية ولكن من مكان أكثر أماناً إن كان متوقفاً وبهذا نأتي إلى ختم الساعة الأولى من التساعة عشر دقائق ونفتح ملفات الساعة الثانية أبقى برفقتنا رحلة فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فراداً ولا تنشأ من عدم بمنهاً عن سابقات تمهد لها موسيقى ولا حقات تتفرع عنها تتداخل الوقائع تتشابك الحقائق موسيقى لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث موسيقى 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 هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية موسيقى موسيقى لكنها تدفع ثمن كل ذلك موسيقى 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 أكثر من مليار ومئة مليون شخص خطر فقر موسيقى 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 ما زال العالم مستمرا في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنويا وأهميتها فالأمر لا يتعلق به صال الأخبار فقط بل لأن الإنسان محورها إلى متى سيققى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة؟ غاية الأهمية بالنسبة للطرصيب؟ أبوات الدعم السريع سريد أن تصحب من عملياتها العسكرية كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار لأنها كانت كبيرة لحقوق الإنسان سوق الشعب اتعرضت لنيف يعني جدا الحالة أصبحت صعبة كيف تقرؤون دعوة مالك عدهر الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية كل طرف يسعى للسأل والانتغام من الآخر على حساب المواطن السوداني الآن وبعد تعصر مقاضة جدا نسي ماريوهات إذن القادمة الدقة الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثا عن الكلمة والمعلومة نحن هلها لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية الحداث حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة اشتركوا في القناة الآن التاسع عشرة من الحدث أهلا بكم إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة وإليكم أبرز العنوين عشية المئوية الأولى الحرب التي تلطخ إنسانيتنا بحسب الأنواة معبر رفح يشعل حرب تصريحات مصرية إسرائيلية أردوغان بعد عمليات قواته في العراق وسوريا لن نسمح بإنشاء دولة إرهابية الشأن الداخلي يفرق طرفي الصراع السوداني بين قبول دعوة الإيجاد ورفضها ولأول مرة الحدث تتجول في أمدرمان القديمة وهكذا بطت خطوط التماسل أهلا بكم مع مرور مئة يوم وصفت الأنروة الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها تلطخ إنسانيتنا المشتركة فيما واصلت إسرائيل قصف غزة اليوم القصف الذي تسبب في أكبر تهجير الفلسطينيين منذ 1948 وفقا للأنروة التي كشفت أن الأزمة في غزة تفاقمت بسبب استخدام الغذاء والماء والوقود كأدوات للحرب فيما يواجه أطفال غزة محنة مأساوية وجيل كامل منهم يعاني صدمة سيحتاج لسنوات لتخلطيها تخلطيها قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتس هليفي إن قيادة حماس على قناعة بأن وقف القتال في غزة سيكون قريبا لكن الجيش الإسرائيلي مصمم على الاستمرار حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب مواصلة العمل في أرض العدو لوقت كبير على حد تعبيره وقال هليفي إن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي عمليات ابتزاز تستهدف وقف إطلاق النار في غزة رئيس الأركان الإسرائيلي أوضح بأن العملية في غزة فككت الأطر العسكرية لحركة حماس في شمال قطاع غزة وأن جهود العملية حاليا تحولت نحو وسط وجنوب قطاع غزة افتمام الأممم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل الحرب في غزة والقضاء على حماس وشدد نتنياهو على إن إسرائيل لن يوقفها أحد لا محور الشر ولا المحكمة الدولية بحسب وصفه ره القضية الأكثر الحاحن التي يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معها وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن التوترات المتزايدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والهجمات الحوثية في البحر الأحمر من شأنها أن تؤدي لاتساع الصراع من القاهرة يضم إلينا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد أهلا بك دكتور عماد دائما ما تتهم إسرائيل ليس فقط أمام المحكمة الدولية ولكن حتى بكل المنابر كانت تتهم مصر بأنها هي من تعرق الإدخال المساعدات عبر معبر رفح مصر اليوم كذبت ذلك ولكن هل لك أن تشرح لنا أكثر كيف تعرق الإسرائيل دخول هذه الشاحنات التي تتواجد على أرض مصرية مساء الخير السيدة كريستياني يعني أنا عايز أقول بداية في تعبير مصري دارج يصف الشخص المضطرب بأنه بيلطش بيلطش يعني يجيب كلمة من الشمال والتهم من الشمال والتهم من الجنوب وكذا اللي يتهم الأمين العام للأمم المتحدة ويتهم محكمة العدل الدولية ويتهم الجمال العام للأمم المتحدة منطقي وطبيعي أن يتهم دولة مجورة له مراسلكم الصديق العزيز أحمد عثمان بكل يوم والتاني كان بيجيب لنا طوابير لشاحنات لأكثر من ألف شاحنة كانت وقفة عدد الشاحنات اللي بتمر عارفة حضرتك معبر رفح معبر أفراد معمر كرب أبو سالم وهو معبر سلاسي فلسطيني إسرائيلي مصري ده معبر شاحنات ودخول الشاحنات الضخمة في كل الأحوال حتى اللي بيدخولوا من معبر رفح ما فيش شاحنة بتعدي غير لم الشاحنة اللي قبلها تتفتش وكانوا أحيانا يتركوا الشاحنات بالساعات الطوال بدون تفتيش يقول لك ما منفعش تمشي غير لم تفتش وبعدين نقطة تانية أنه كان بينزل الشحنة سواء كانت مساعدات غزائية أو إنسانية أو مواد طبية أو غيره أو مياه بينزلها لأنها تتشحن على شاحنات فلسطينية كل ده بياخد وقت لغاية ما يوصل طبعا هو بيتحكم في العدد لأنه الكلام ده إمتى لما يكون المعبر رفح تحت سيطرة مصر على الجانب المصري على الجانب الآخر كانت إسرائيل قبل 2005 من 2005 إلى 2006 السلطة الوطنية الفلسطينية 2007 حماس فبدأ الاضطراب الشديد في الحقيقة من 2007 لما حماس سيطرت على القطاع لأن حسب الاتفاع الموجود ويدمن الأتحاد الأوروبي أنه عناصر السلطة الوطنية الفلسطينية يكونوا موجودين على معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم يكون مراقبين من الاتحاد الأوروبي بمونترز إذا في إسرائيل هي ملاحظة بيتبلغ بتوير الأتحاد الأوروبي بتوير الأتحاد الأوروبي بيبلغوا على معبر رفح من أول محماس سيطرت على القطاع när المراقبين الأوروبيون مش فعايز أقول إسرائيل بتتحكم حاليا هي التي تتحكم في الجانب الآخر من المعبر. وبالتالي معبر رفح بعيد عن المسؤولية لسبب. لأن نفتح الباب. الشاحنة تدخل. لازم تنقل إلى شاحنة فلسطينية. وبعد تفتشها من جانب القوات الإسرائيلية. بمسألة التفتيش دفئيد الإسرائيليين دخلت حدود قطاع غزة. ليس من حق مصر ولا المصريين أنهم يتابعوها. هي بتوصل على الجانب الغزاوي من رفح أو مدينة رفح الفلسطينية. وبتبقى تحت السيادة الإسرائيلية بحكم القوة القائرة والأمر الواقع الموجود في القطاع. إن الإسرائيل موجودة. فبالتالي الذي يستقبل هو الذي بييده التعطيل. والشاحنات موجودة. وصلت لألف وخصوص شاحنة. ومش بس الشاحنات. فيه سفن بتيجي من دول عربية وعلى رسالة المملكة العربية السعودية. بتيجي برسعيد وبيتنقل وبتفضل موجودة بالأيام في العريش. قبل أن يسمح لها بالتحرك نحو معبر رفع. ففي الآخر القصة كلها إسرائيلية. وزي ما بقول لحضرتك اللي يهاجم الأمين اللي عاملوا الممتحدة. يهاجم الجمعية العامة اللي هو الممتحدة. اللي إسرائيل وانشأت بقرار من الجمعية العامة. ليس من المجلس الأمن. اللي يهاجم من الجمعية العامة اللي حتى عندما تبرر مصر ذلك. بالقول بأنها تفتح المعبر. ولكن إسرائيل هي التي تتحكم فيما بعد عبور هذه الشاحنات. دائما ما يكررون نفس الطلب أو نفس الاستفهام. لماذا لا تفتح مصر معبر رفع بالكامل؟ ما الذي يمنعها من القيام ذلك؟ أستاذ كريستيان. المعبر مفتوح. لكن ممكن حضرتك تكلميني عن تدفق المسافرين من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية. هذه تحتاج ترتبات. لأن حضرتك عارفة أن هناك جامعات متشددة. وعنينا من الأراضي في شمال سيناء. لكن الطلبة. المسافرين إلى الخارج. اللي يريدون أن يتعالجوا. كل ذلك يدخلوا فورا. لكن لو حد داخل مصر. ولكن يقول دكتور عماد. أنا أنقل لك ما نسمعه. بأن الإجراءات شديدة. التعقيد. وكأنه في رغبة ضمنية. بعدم إخراج أي شخص من القطاع. حتى أولئك الذين يخرجون من أجل العلاج وغيره. لا. أنا كنت أدرس في معدد البحوث والدرسات العربية التابعة لجميع الدول العربية. وعندي أكتر من 30 طالب دراسات أولياء فلسطيني. بيدرس وما بيتأقرش. وبالعكس. حتى نديكة الظروف. أسقاطه الرسوم. لا. ده كلام غير دقيق. وخلي بال حضرتك من حاجة مهمة. إحنا. الشرق بتاعنا مولع في ليبيا. وهناك جماعات تابعة الإسلام السياسي. السودان جنوبنا مولع. وفيه جماعات تابعة للنظام البشير. ونظام الإخوان المسلمين. غزة. حركة حماس تابعة لجماعة الإخوان. وهي اللي حطتنا في الورطة دي كلها. يعني ما قامت به في السابع من أكتوبر. أي حد قاري تاريخ اليهود. تاريخ إسرائيل. عقدة الجيتو. عقدة عدم الإحساس بالأمن. يتوقع أن عملية الانتقام ستكون شديدة. واللي يحل اللغة الجسد لنتانياهو. يقول قد إيه هو. مش همه حد. وهنكمل ومش ههمنا أي حاجة. اللي أنا أعيز أقول لحضرتك. أنه من حق مصر. أنها تدقق أمنيا. في اللي بيدخل. لكن بقول لحضرتك المصابين الجرح. يعني مثلا مصر مستعدة. قالت أنها تستخبل أي عدد من الجرحة للعلاج. إسرائيل متحكمة في المسألة بشكل كامل. لكن ممكن نقول حاجة تانية أستاذ كريستيان. أنه جزء من الهجوم الإسرائيلي على مصر. هو أنها رفضت صفقة القرن الخاصة. بتقديم جزء من شمال سيناء للغزوية. يسكنوا فيه كبديل لقطاع غزة. والإسرائيل يتكلمون في هذا الأمر. فإذا كان الشكوى من أني. ليس بيتفتح بوابات رفح. للناس تدخل من جهة. في حد ينتقل من دولة لدولة. بدون جواز سفر. وبدون تأشيرة. مفيش. مفيش دولة في العالم تقبل هذا. لكن لو أريد أن نتكلم على عشرات ومئات الألاف. هذه قصة تانية. نصف القضية الفلسطينية. وعلى فكرة ده وارد. وارد لو. أنا قريد خبر من شوية. أن 85% من سكان غزة. موجودين حوالي محور فلاديلفي. ده محور فلاديلفي على بعد كيلو من مصر. كل عرضه كيلو واحد. لو إسرائيل. اعتدت عليهم. أو شنت غارات. أو كذا. واتجوا ناحية الحدود المصرية. ممكن يكسروا الحدود ويدخلوا. ساعتها مش هنضربهم بالرصاص. فالشكوى هو حفاظ على القضية الفلسطينية. سنين. مفيش دولة بتقبل أن الناس تدخل كده. بدون جوازات سافر. وبدون موافقة. على أهل من السلطات المعنية. شكرا جزيلا لك. عضو لجنة التأشؤون الخارجية. في البرلمان المصري سابقا. الدكتور عماد جات. كنت معنا مباشرة من القاهرة. شكرا لك. رصدت كاميرا الحدث. الأوضاع والاشتباكات. على شارع صلاح الدين. بالقرب من مدخل دير البلح. واستقطاع غزة. في ظل انسحاب الدبابات والأليات الإسرائيلية منحا. نتواجد على شارع صلاح الدين. عند مدخل دير البلح. كما تشاهدون حجم الدمار والخراب في هذه المنطقة. في ظل الاستهدافات الإسرائيلية لهذا الشارع. كما تشاهدون أيضا ألسنت الدخان في هذه المنطقة. التي تتعرض إلى استهدافات وإلى اشتباكات. تسمعون الآن صوت الاشتباكات بشكل واضح. صراحة في هذه المنطقة. هذا المستودع لوكالة الأنروا. الذي تم استهدافه بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي. أثناء توغلوا في هذه المنطقة. وواضح أن هناك عدد كبير من الدبابات كانت تسير على هذا الشارع. شارع صلاح الدين. كانت هنا في ساعات الصباح هذه الدبابات متواجدة هنا. لذلك كان هناك إخلاء لمستشفى شهداء الأقصى. الذي لا يبعد كثيرا عن المكان الذي نتواجد فيه. وبالتالي هناك عمليات اشتباكات تدور في هذه المنطقة. هناك أيضا استهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي. الذي يستهدف المنازل وأيضا الأراضي الزراعية الفارغة. انسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة. وعاد التموضع في المنطقة الشرقية. لمخيم المغازي وأيضا مخيم البريج وأيضا دير البلح. هناك عدد كبير من المواطنين جاءوا هنا لتفقدوا منازلهم. ليتفقدوا الأماكن الذي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. عمليا هناك حجم دمار كبير في هذه المنطقة. وفي هذا الشارع شارع صلاح الدين. هناك أيضا اشتباكات ألسنة الدخان. ما زالت متصاعدة نتيجة الاشتباكات والاستهدافات الإسرائيلية. طائرات الاستطلاع لا تفارق سماء هذه المنطقة. خاصة في ظل تواصل الاشتباكات والاستهدافات. وأيضا تواصل توغل الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. أحمد حرب لقناة العربية والحدث. من شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. تركيا تعلن عن مقتل 57 مسلحا كرديا خلال عملياتها في سوريا والعراق. ترجمة نانسي قنقر كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك. لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل. ثم يبدو حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف. قصص تتشابه. ويبقى الإنسان هو محور الحدث. مجدد يستمع خلال عربية والمعارضة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة استهدفت محطة نفطية وحق للعود بريف الحسكة وذلك بعد اجتماع أعقب الهجوم الذي شنته عناصر من الحزب العمال الكردستاني على القوات التركية في العراق والذي أدى إلى مقتل تسعة جنود أتراك وأعلنت إدارة الرئيس التركي رجا طيب أردغان أن أنقرة عازمة على القضاء على التهديد الإرهابي ومنع إنشاء دولة إرهابية بالقرب من حدودها الجنوبية وجاء في البيان خلال العمليات التي بدأت بعد الهجوم بأنه تم تحييد سبعة وخمسين في العراق وسوريا كما دمر خمسة وعشرون هدفا وأضاف البيان تتمثل أولوياتنا الرئيسية في القضاء النهائي على التهديد الإرهابي وتدمير المعسكرات والملاجئ والتشكيلات والتمركزات الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر هذا الشخص الظاهر أمامكم على شاشة ظل طوال عقود محلة مطاردة من قبل القوات التركية وقتله أو إمساكه كان بمثابة الصيد الثمين بالنسبة لتركيا إنه فائق أيضا أو رناس رابرين وفق اسمه الحركي وبالفعل ظفرت تركيا بصيدها السمين هذا وتمكنت من تحييده في عملية عسكرية قتل على إسرها عشرون مسلحا في شمال العراق فمن هو فائق أيضا؟ كان أيضا مسؤولا عن تجنيد عناصر جديدة لصالح حزب العمال الكردستاني في أوروبا وكما هو معروف فإن الحزب هو بمثابة العدو اللدود لتركيا والذي تصنفه منظمة إرهابية وبعد سنوات قضاها في أوروبا انتقل أيضا في العام 2015 إلى شمالي العراق بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية وبدأ هناك ممارسة ضغوطات على أهالي سليمانية في إقليم كردستان لدعم تنظيم البيكيكي والالتحاق بصفوفه هناك حست تركيا بالخطر أكثر من أي وقت مضى وجندت استخباراتها لتنفيذ عملية ضده بعدما لعب دورا حساسا في صفوف الحزب وأخذت الاستخبارات التركية في مراقبة أيضا عن كسب وأثبت تورطه في أنشطة إرهابية في أوروبا تضيف وكالة الأناضول لتتمكن أخيرا من تحييده إسرى عملية خاصة على بعد 160 كم من الحدود التركية في شمال العراق لكن فائق لم يكن الوحيد في عائلته الذين انخرطوا في صفوف حزب العمال استقول مصادر الأناضول أن شقيقه سايجان أند أيضا شارك أيضا في أنشطة التنظيم بولاية أردروم شرقي تركيا بين عامي 2014 و2018 قبل أن يتم تحييده عام 2018 في حين قتل شقيقه الآخر فرهاد أيضا بينما كان ينشط في صفوف YPG أي البكاكي شمالي سوريا في الفترة الممتدة بين 2013 و2014 ومن أربيل ينضم إلينا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنا ومن إسطنبول ينضم إلينا الكاتب والمحل السياسي طاها عودي أوكلو أهلا بكم إلى التسعة عشر أبدأ معك أستاذ طاها وعن الفوائد وما الذي تجنيه تركيا من قتل أيضا اليوم تحياتي لك في البداية والضيفك الكريم والأستاذة المشاهدين من دون شك تركيا كما ذكرت قبل قليل بأن حزب العمال الكردستاني هو من الأحزاب العدو الأدود لأنقرة منذ تقريبا ثلاثة عقود وتبعنا خلال الساعة الأخيرة الماضية كان هناك مقتل عدد كبير من الجنود أيضا كان المسؤول عن تجنيد عناصر حزب العمال الكردستاني في أوروبا وأيضا المخابرات التركية واستخبارات التركية خلال الفترة الأخيرة الماضية هي نجحت في تحييد عدد كبير من القيادات حزب العمال الكردستاني حتى المتواجدة في الداخل التركي وفي الشمال العراقي هناك كانت محاولات من قبل هذا الرجل وأيضا قيادات أخرى تم تحييدهم من قبل المقابلات التركية خلال الفترة الأخيرة الماضية وساهمتها بشكل كبير في قتل عدد كبير من الجنود وحتى المدنيين الأتراك الآن نستطيع أن نقول بأن المواجهة ما بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني وصلت إلى مواجهة صعبة خاصة إلى أن كل الطرفين لا توجد هناك نقطة تلاقي خاصة كما تعلمين تتذكرين تركيا في عام 2013 في أثناء حزب العدالة والتنمية حاولت لإيجاد حل من ناحية سلام بين الطرفين لكنها ارتطمت هناك بالكثير من العوائق وعاد حزب العمال الكردستاني لشان هجماته ضد الجنود الأتراك في داخل تركيا وحتى على حدودها مع العراق إذا أنا بتصوري أعتقد ما تقوم به تركيا حاليا هي لحفظ أمنها بالدرجة الأولى وخاصة كما نتابع دائما في تقريبا أكتوبر الماضي تتذكرين أن كانت هناك عملية إرهابية حصلت فيها العاصمة أنقرة في القرب من البرلمان اليوم وخاصة إذا تحدثنا عن أن هذه العملية أو مقتل هؤلاء الجنود ممكن أن نقرها من زاوية مختلفة وهي زاوية ممكن أسميها هي مبدأ الجمع ما بين التهدئة والتصعيد ما قام بحزب العمال الكردستاني حاليا هو التصعيد وخاصة عندما نلاحظ أن هناك محور واشنطن نلاحظ أن هناك توتر تركي أمريكي نلاحظ أن هناك صعود للعملية الإرهابية من قبل حزب العمال الكردستاني وأي تقارب تركي أمريكي نلاحظ حالة من التهدئة لذا أعتقد أن هذه العملية التي قامت بها الحزب هي تأتي في هذا الإطار أصبح لي أن أنتقل إلى ضيفنا على ما يبدو أصبح جاهزا معنا كان الصوت غير جاهز بعد أستاذ محمد هل هناك أو كان تنسيق تركي عراقي تحديدا مع أقليم كردستان بما أنه أيضا قتل في شمال العراق نعم مساء الخير تحية لكم سيد كريستيان وللضيف الكريم والمشاهدين والزملاء لا يوجد أي تنسيق بين أقليم كردستان ولا أي جهة أخرى في مساء تتعلق بالصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكردستاني على العكس في عام 2008 الرئيس نيشيرفان بارزاني اقترح مشروع للسلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وتقريبا باشرت جانبان أي جانب التركي وأقليم كردستان بتنفيذ هذا المخطط لو لا اعتداءات البككة ضد الجنود الأتراك منذ عام 2010 وحتى هذه اللحظة عندما نتقدم خطوة للأسف تؤخرنا البككة عشرة خطوات إلى الوراء أما فيما يخص الجانب العراقي فبكل صراحة التنسيق موجود منذ عام 1900 تقريبا ثلاثة أو أربعة وثمانين باختراق الحدود العراقية لمسافة لا تقل عن 35 إلى 50 كيلو متر لملاحقة عناصر حزب العمال في داخل العمق العراقي إذن هذا التنسيق حتى لو لم يكن موجودا في الآونة الأخيرة لكنه موضوع وله أساس منذ ثمانينيات القرن الماضي فيما يتعلق بإقليم كردستان كون هذا الموضوع حصل في داخل حدود إقليم كردستان بكل صراحة الإقليم متورط في هذه العملية هناك تجربتين كرديتين في هذه المنطقة تجربة إقليم كردستان والتجربة الكردية في سوريا في إقليم كردستان تجربة كانت وما زالت براغماتية هناك احتواء للمشاكل هناك علاقات ممتازة مع التركيا علاقات ممتازة مع طهران هناك استقبال للرئيس مسعود بارزاني وللرؤساء في إقليم كردستان لرؤساء الوزارات وللوزراء في الإقليم بشكل ودي جدا هناك علاقة غير مسبوقة عسكرية حتى في بعض الأحيان في مجال التنسيق في فترة الحرب ضد إرهابي داعش خصوصا البيشمرقة عبروا من تركيا نحو كوباني إذن هذه البراغماتية غير موجودة لا في حزب العمال الكردستاني ولا في التجربة الكردية في سوريا إذن عندما يكون هناك تنسيق فيما يتعلق بمسألة السلام وتقريب ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف إن كانت في سوريا أو كانت في تركيا أو كانت في إيران تكون حكومة أقليم كردستان متواجدة في نقطة البداية إلى نقطة النهاية حول هذا الموضوع ولكن عندما يتورط أقليم كردستان بهذه المواضع فالبككة هو السبب لأنه وبكل صراحة ومنذ سبعينيات القرن الماضي في مسائل تتعلق بتصفية الحسابات وتصدير الأزمات وتصدير المشاكل السياسية دائما هو يعتدي ويتحرج بالقيادات السياسية الكردستانية بدليل أن شاتين جونجور وأحمد شانر وكانوا من القيادات المؤسسة لحزب العمال الكردستاني قتلا لأنهما طالبا بوجود صلح بين البككة والقيادات السياسية الكردستانية في تركيا وسوريا والعراق وهناك أيضا شامدين ساكك والذي سلم نفسه إلى القوات التركية في عام 1996 والأخير يعني العملية الأخيرة التي حصلت ضد ريناس رابارين هذه أيضا في إطار تصفية الحسابات الداخلية بداخل صفوف حزب العمال الكردستاني لو تحدثنا عن تنسيق فبكل صراحة لو لا ترخية الحبل من قبل البككة ولولا الكمائن التي تضعها البككة ولولا التسهيل الذي يضعه البككة لقادته الذين يريد أن يتخلص منهم لما تكون هذه المسائل سهلة إذن إن تحدثنا عن وجود تنسيق فأنا أجزم وبكل صراحة بوجود ترخية حبل من قبل عناصر البككة أو قيادات البككة الفاسدة التي دائما ما تضع الأفخاخ لقياداتها الذين تريد أن تتخلص منهم في إطار التصفية الجسدية السياسية دعني أن أقول هذه النقطة أستاذ محمد أستاذ طهى هل هذا يعني عمليا وجود تنسيق أيضا بين أنقرة وبين هذه القيادات من البككية التي يصفها ضيفنا من أستاذ محمد زنكا بالفاسدة من الصعب جدا أن نقول أن هناك تنسيق ما بين أطرافين هناك حرب منذ تقريبا سنوات ما بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني وحتى أن هنا الحزب الموالي لحزب العمال الكردستاني أقصب حزب شعوب الدمقراطي هنا دائما توجه له التهم الموجود هنا داخل البرلمان التركي لكن أنقرة إذا تبعتك خلال الساعات الأخيرة الماضية كان قبل قليل هناك اجتماع أمني في أنقرة عفوا هنا في إسطنبول برئاسة رئيسة تركيا رجب طيب أردوان وخرج بعدة قرارات ممكن أن تترجم على أرض الواقع خلال الساعات والأيام المقبلة وخاصة أن الطائرات والغارات التركية لم تتوقف حتى هذه اللحظة الدفاع التركي أعلنت عن استهداف 57 هدفا في شمال العراق والسوريا ولكن هناك نقطة لافتة للغاية الحكومة التركية والرئاسة وحتى الدفاع التركية لم تتهم أي جهة قبل ساعات من الآن كانت هناك إحدى الصحف المقربة من الحكومة وصحيفة حريات أكبر الصحف التركية تحدثت وقالت بأن واشنطن اتهمت واشنطن بأنها تقوم بتزويد حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والزخيرة ووصلت إليها خلال الفترة الأخيرة الماضية وأشارت أيضا بأن هناك جهات أخرى ويبدو أنها تقصد هنا إسرائيل اللافت أيضا في هذه النقطة وهذه التطورات التي حصلت خلال الساعات الأخيرة الماضية هي جاءت بعد هناك زيارة مهمة قام بها وزير خارجي الأمريكي بلينكين إلى المنطقة والتي كان بدأها كما تتذكرين إلى العاصمة التركية هنا في إسطنبول وكان بالإضافة إلى موضوع غزة وبعض التفاهمات كانت هناك خلافات تركية أمريكية فيما يتعلق بموضوع عدوية السويد والناتو وموضوع أيضا الأكراد في سوريا يمكن أن نربط هذه المواضيع في سياقين السياق الأول وهو الموضوع المتعلق بالتوتر التركي الأمريكي الذي دائما هو حالة من الجد والجذب وأيضا هناك سياق آخر يجب أن نتوقف عنده وهو المتعلق بالتقارب التركي العراقي قبل شهر من الآن كان هناك زيارة لوزير خارجي العراقي وحسب التسريبات والمعلمات التي سربت بأن هناك اتفاق على تنصيق تركي عراقي فيما يتعلق بمحاربة حزب العماء الكودستاني وأيضا قبلها بفترة كانت هناك زيارة لحكام فدان إلى العراق لذا ممكن أن تجتمع كل هذه العوامل في بوطقة واحدة وتشير إلى أن هذا التصعيد الذي أشرت لك قبل قليل وهو عندما توفر محور واشنطن وجاءت بهذه النقطة التي نناها حاليا ما بين الأكراد والجيجة الكردية شكرا جزيلا لك الكاتب المحل السياسي طاها عودي أوغلو كنت معنا من إسطنبول كما أشكر أيضا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد دائزان كان حدثنا من إربيل شكرا لكم أعلنت وزارة الخارجية استنكارها لدعوة سكرتاريا إيجاد قائد قوات الدعم السريع لحضور القمة الطارئة لإيجاد رقم 42 معتبرة دعوة حمدتي انتهاكا صارخا للاتفاقية المؤسسة لإيجاد وكل قواعد وتقاليد عمل المنظمات الدولية واستخفافا بالغا بضخايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل الفضائع التي تمارسها الدعم السريع في أنحاء مختلفة من البلاد واعتبرت الخارجية أن هذه الدعوة لن تؤدي فقط إلى تدمير مستقية إيجاد كمنظمة إقليمية لأنها لا تحترم وثائقها ونظمها الأساسية وتعمل على تقويض سيادة الدول الأعضاء وإنما تمثل أيضا رعاية للإرهاب والإبادة الجماعية بعد أن وجهت الهيئة الحكومية لتنمية الإيجاد دعوتها للأطراف السودانية المتحاربة لحضور دورتها الاستثنائية في مدينة تعنتيب الأوغندية في الثامن من يناير أو من العاشر من يناير الجاري جاء رد الجيش السوداني سريعا برفضه الدعوة معللا ذلك بعدم تنفيذ مخرجات قمة الإيجاد الأخيرة في جيبوتي الجيش السوداني اتهم في بيان له قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بالتهرب من تنفيذ مخرجات قمة جيبوتي والتي كان أبرزها لقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الثامن والعشرين من ديسمبر المنصر هذا وشدد الجيش السوداني على تعاطيه الإيجابي مع كل المبادرات الساعية لحل الأزمة في البلاد لكنه عاد وأكد أن استجابته للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن الحق السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة شعبه وعلى الجانب الآخر وافق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو على الدعوة التي وجهت له لحضور قمة دول الإيجاد دقلو في منشور عبر منصة أكس أوضح أن قبوله دعوة الإيجاد يأتي اتساقا من موقف الدعم السريع الساعي للحل السلمي الشامل للحرب والأزمة في السودان وما بين رفض الجيش السوداني وموافقة الدعم السريع على حضور قمة الإيجاد في عنتيبي سيستهل المبعوث الأممي الجديد رمضان العمامرة أولى جولاته في السودان بلقاء قادة الأحزاب السياسية وعدد من المسؤولين لبحث سبل إنهاء الحرب وحول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الستوديو الكاتب الصحفي السوداني محمود العوتة أهلا بك أستاذ محمود ألا تعتقد بأن الجيش بالغ في ردة الفعل هذا على دعوة الإيجاد ليحمدتي للحضور القمة طيب بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على استضافها والتحياتي لمشاهدي قناة الحدث وطبعا اليوم لو لاحظت أنه وزارة الخارجية ومجلس السيادة والجيش السوداني أصدروا ثلاثة بيانات متلاحقة مما يودي أنه الموضوع مزعج بالنسبة لهم مسألة حضور رحمدتي للقمة ومخاطبة الأمين العام أو الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وفي نفس الوقت رفض برهان لحضور هذه القمة أنا أعتقد أنه من ناحية أنا كصحفي ومتابع ما كان الجيش يرفض حضور هذه القمة بالرغم أنه السودان يعتبر هو المؤسس الأول لهذه قمة الإيجاد كان عليه أن يسهب أو حتى البرهان إذا أريد لا يسهب أن يرسل مندوب له ويمكن لا يلتزم بقرارات هذه القمة حتى يكون تفويت الفرصة على الذين يعني هو كما سموا دائما هناك أستاذ محمد تساؤلات أنه لماذا الجيش السوداني يرفض الجلوس على نفس الطاولة مع أحمدتي بالرغم من أنه هذا سيقادم عاجلاً أم آجلاً سيكون أمام هذا الواقع نعم بالنهاية هو الطرف الآخر أنا في الفترة الأخيرة ألاحظ أن الجيش ما اشتغل شغل سياسي أو دبلوماسي بالمعنى الواضح حتى يكسب أي جولة دبلوماسية يعني بالمنع عن الواضح يعني هو دائماً يتتشكك في الجهود إذا كانت غليمية أو دولية كما لاحظت أنه طالب بطرد فوركر والآن يتشكك في أي تجمع لحل هذه الأزمة ويصدر بيانات يعني قد لا تفيده ولكن طبعاً يا أختي نحن بالرغم المبررات التي ذكرها ممكن قد تكون منطقية للشعب السوداني إلا أنها مبررات قد تحكس أشياء إيجابية أسلبية بالنسبة للأزمة لكن المشهد أنا قبل كده ذكرت لك في الحلقة السابقة أن الإيقاد عقد الموضوع بنوعاً ما يعني ما هي الأجواء من أجل قدوم هذين الطرفين لماذا؟ ما الذي كان بيانات الآن في خلق هل الدعوة لقمة الإيقاد لحل ملف السودان ومشكلة السومان هل المقصود حضور البرهان لتمثيل السودان أو حضوره للقاء حميدتي في البداية كان اللقاء خاص بحميدتي والبرهان الآن اختلطت الأمور كان على الإيقاد أن يكون فحيصاً أو المسؤولين في الإيقاد أن يوضحوا في بياناتهم أنهم يريدون البرهان وحميدتي معاً لمناقشة الأزمة أما الآن الموضوع فيه فيك يعني فيه فيه عدم وضوح تماماً يعني بالذات الجيش أو وزارة الخارجية ذكرت قالت أنه التبريرات التي ذكرتها منظمة القاتب أنه هناك أزبات فنية منعت حميدتي من حضور لغاء 28 الخميس من ديسمبر غير مقنعة بدل أنه بعد ذلك قام بجولة لشنو لأكثر من خمسة أو ستة دول فأنا أعتقد هذه فيها منطقة ومقبولة يعني الأليقات لم تستطيع أن تتعامل بدولوماسية في هذا الملف وهو ملف حساس نحن نتكلم عن تسعة شهور في حرب وفي مغالطات وفي زهاب إلى منبر جدا يعني بحسب ما يبرر الجيش بأنه لن يذهب لأن حميدتي لم يلتزم بمخرجات قمة جيبوتي هل تعتقد بأن هذا التبرير مقنعة وأنا ما ذكرت لك يعني عدم حضور البرهان لهذه القمة إذا كانت المبررات منطجة ما الآن في بعض المؤيدين للجيش أنا وانا قبل أدخل هذا الاستوديو في مواقع التواصل الاتماعي يأيدون هذه القرارات ويقولون هذه القرارات يعني يمكن نسبة كبيرة إن هذه القرارات جئة وحفظت كرامة الشعب السوداني على عكس هناك يعني ضد الضيش يعني فريحون بأنه يعني حميدتي زهب إلى لبة هذه الدعوة ونعتقد بالنسبة لحميدتي مكسب لأنه يريد أي فسحة أو أي مساحة خارجية حتى يبين للعالم الإقليمي أو الدولي بأنه هو جاد في مسألة شنو؟ إحلال هذه الأزمة بالسلام يعني هو يبحث بالرغم أنه جرائمه في الداخل يعني كثيرة كما هي مزبتة عن طريق منظمات دولوية إلا أنه يبحث ليجد له يعني واهج دبلوماسي من أجل تغطية هذه الجرائم الداخلية التي فعلها داخل السودان فأنا أعتقد كما ذكرت لك على الجيش أن يشتغل شغل سياسي والدبلوماسي حتى يفوت الفرصة على أي جهة تتآمر عليه ويسهب في اتجاه الموجة لماذا يعترض؟ ما هي الفائدة التي يجنيها الجيش من عدم حضور هذه القمة وفي وجود رؤساء دول يعني فهذه أعتقد نقطة صلبية عليها جدا بالفعل هذه دول خذ عليه هذا الموضوع ولم ينجح في اتخاذ هذا القرار بأمانة يعني على صعيد آخر هناك لقاء مرتقب غدا بين المبعوث الأممي الجديد رمضان العمامرة وبين البرهان باعتقادكم ما الذي يمكن أن ينتج عن لقاء مماثل أنا أعتقد على البرهان أو الخارجية الأمريكية أن تجتهد كثيرا هذه المرة ولا تقلت مع المبعوث الأممي كما فعلت مع فوركر أي خطأ في اتجاه عدم إتمام مهمة المبعوث الجديد أنا أعتقد سوف تصوب في خانة السلبية للبرهان ومجموعاته فعليهم أن يفتحوا الملبفات من جديد وينسوا كل ماضي في التعامل مع الأمم المتحدة بالذات البرهان تلقى دعوة من الأمم المتحدة وخاطب الأمم المتحدة وأخذ فرصة وتحدث فعليه أن يبدأ مرحلة جديدة من التفاوض مع الأمم المتحدة لحل هذه المشكلة أنا أعتقد أول نقطة مهمة جدا أن يبدأ بها الأمم المتحدة أن يعيد مكاتب الأمم المتحدة والمظفين ويسرع في تقديم كل تسهيلات من أجل عمل الأمم المتحدة داخل السودان أما أي تعقيدات أو أي أشياء أخرى تعيق من مهمة المبعوث الأممي أنا أعتقد هذه سوف تؤثر صحيح وهناك البعض يعتبر كان ضيفنا في الساعة الماضية قال بأن على المبعوث الأممي أن يجتهد لإعادة كسب ثقة السودانيين وتحديدا ثقة الجيش هل تعتقد بأن هذه المقاربة صحيحة؟ لا لا صحيحة أنا ضد هذا الرأي أنا أعتقد كما ذكرت لك الجيش أو مجلس الشيادة أو الحكومة الموجودة بوزارة خارجيتها أو المبعوث الدائم للسودان المتحدة محتاج أن يقربوا كثيرا جدا مع هذه المنظمات الدولية ويستفيدوا من كل شيء مقدم لهم من أجل الإحلال أنا كما ذكرت لك أنا أعتقد أن النقطة المهمة الآن نحن نواجه مشاكل المجاعات مشاكل الأمراض فعلى حكومة السودان أن تجتهد أن تفتح الطرق والقنوات كاملة لدخول البعثات الأممية من أجل أداء عملها حتى لنطلق من المناطق التي يعني شنو؟ الآمنة التي فيها حرب الآن المناطق الآمنة فيها مشاكل كبيرة جاسية فيها عدم وجود يعني مستشفيات خدمات علاجية فيها أشياء كثيرة جدا يعني مفقودة فبالتالي أنا أعتقد حتى عليهم أن يبدوا من هذه المنطقة فليتركوا المناطق التي فيها هناك نازحين كثيرين جدا موجودين في الولايات وعلى الحديث يعني إعطاء البعد الإنساني الأولوية الآن نعم البعد الإنساني يدعوا بالبعد الإنساني حتى لا يدخلوا في مغالطات مع المبعوث الأممي ويقارن مهمته بمهمة المبعوث السابق على ما يبدو هذا ما يعني يرشح البعض أن يحدث ولذلك يقولوا بأنه يجب على المبعوث الأممي الجديد أن يبدأ من الصفر ألا يأخذ بعين الاعتبار كل المشاورات والاقتراحات التي كان وضعها فولكير بيرتاس في السابق أو حتى يعني ما توصلت إليها الإيقاد أو حتى مبادرة جدة هل تعتقد بأنه يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار كل ذلك وينصق مع كل هذه الجهات التي حاولت إيجاد حل الأزمة السودانية أم بالعكس يجب أن ينطلق فعلا من ورقة بيضاء لأن كما يقال يعني كثرة الطبخين تفسد الطبخة أنا أعتقد هذا كلام عشويا يعني الراجل هو مغوث الأممي المتحدة أعتقد عنده خطة عنده بلان موجودة يعني مش جاية عن فراق أكيد عنده بلان عنده خطة ورجع يعني لازم يرجع لفوركر عشان يعرف إيش الخلفيات والمشاكل ويرجع لمستشارين وهو أكيد عنده خطة معينة سوف يسير عليها يعني هو لا يتلقى توجيهات من حكومة السودان أو من الكتلة السياسية أو الميدان المدنية هو لديه خطة من الأمينة العام خطوات محددة بنود محددة ينفذها وله أولويات أنا أعتقد أولوياته الأعامل الإنساني الآن السودان وضعه سيء جدا يتوقع أنه في مشاكل سوء تغذية نحن أطفال حالتهم يوسى أمهات حوامل كل هذه الأشياء فأنا أعتقد هو لديه خطة معينة سينفذها لأنه سيحاسب على هذه الخطة يعني أنا أعتقد سيكون لديه خطة ويرجع لأمينة العام يقول له ماذا فعلت في السودان فيقول له فعلته كذا وكذا لكن أعتقد قد يستشير أو يستنير ببعض الأعراء ممكن أن يأخذ بها ممكن لا يأخذ بها حتى لا يفشل شنو في مهمته ولا ننسى يا أختي كريستين أن هذا المبعوث هو عربي وقريب ويعرف تماما ماذا يحدث في السودان ولديه بعض المعاونين الموجودين أكيد سوف يرجع لهم لمناقشتهم أنا أعتقد هو الآن جلوس اليوم في الكتة الديمقراطية هنا هو مسألة بتاع التنوير ويتعرف حتى يجد مداخل لبداية مهمته التي تعتبر طبعا صعبة شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي السوداني محمود العوتة كنت معنا هنا في الستيديو شكرا لك شكرا جزيلا الحدث تدخل كأول وسيلة أعلامية إلى داخل المناطق المصنفة بأنها مناطق عمليات عسكرية نشطة بين الجيش والدعم السرية في أحياء مدينة أمدرمان القديمة وترصد أوضاع السكان العاجزين عن الفراري لجهة آمنة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في السودان نصل إلى هذه النقطة بمدينة أمدرمان وهذه النقطة التي تصنف بأنها منطقة عمليات عسكرية نشطة نحن الآن في منطقة أمدرمان القديمة التي شهدت وما تزال عمليات عسكرية مستمرة بين الجيش والدعم السريع في المناطق الجنوبية والغربية لأمدرمان القديمة نلحظ التقدم الواضح لقوات الجيش في عدد من المحاور في مقابل جيوب للدعم السريع ما تزال متمركزة في محيط مقرأي الإذاعة والتلفزيون الرسميين في الجنوب من أمدرمان القديمة العربية والحدث داخل حي العمدة بمدينة أمدرمان هذه المنطقة شهدت عمليات عسكرية مختلفة بين الجيش والدعم السريع علمنا بأن هذه الأسرة ما تزال داخل منزلها ولم تغادر منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي سنقترب من هذه الأسرة ونتعرف على مآلات الحياة التي يعيشونها في ظل ظروف الحرب سلام عليكم كيف الحال؟ تسلم بارك فيك كانوا حرسلين اتنين دعاما قاعدين بالمنادي بيعترفين الشالو حلا خطي لنا السلاح كده شالو موتر شالو اتنين مواتر شالو شاشة شالو قروش قديش حمد الله قديش لطالما جانا احنا خشينا في عمان وناس اخواننا وبعملونا كويس لما نكون دا الحاجة بامشي معام بامشي معام باركب معام العربية بامشي السوق أمي ما ماتت ما لقنا حتى ندفين منعونا ونا دفنا هنا عند الجيران ما تطلع أنا أخوي دا نمشي نعب الموية الفعلين السلاح نحنا الرصاصة أنا أخيذ الرصاصة جاس تحت لجلنا أنا وأخوي دا نبيد طبعا عندما حدثت وفاة والدة رب الأسرة نبيل لم يتمكن من دفنها في المكان المخصص لدفن الموتى مما اطره إلى أن يدفن والدته ليس في المقابر المخصصة وإنما في منزل الجيران الآن سندخل مباشرة لنتعرف على المنطقة التي دفنت فيها والدة نبيل جراء هذه الظروف المعقدة لم يتمكن من دفنها في المكان اللائق واضطر فقط أن يدفن والدته في هذا المنزل هذا هو القبر أحكي لنا تفاصيل الدفن يعني الدفن هو الحاجة حفلنا حفرة زي متر ونص مترين كده ونكفلنا بعد ما كفلنا دفننا دفننا ودفننا على تراب الظروف الحارب اطلتنا أن نتفن هنا الدعامة هنا منعونا نمشي كده منعونا لو مشينا كده لو مشينا تقل لها بمدوا على كالسلاح جينا لاجعين ما جينا طريقة دفننا هنا بالتأكيد يأمل سكان منطقة مدرمان القديمة أن يعودوا إلى مناطقهم بعد أن يعلن الجيش رسميا خلو هذه المناطق من قوات الدعم السريع وأن تتوفر الخدمات الضرورية للمواطنين هذا ما يأمله المواطنون في هذه المنطقة نزار البكداوي لقناتي العربية والحدث أم درمان وبهذا نأتي لختم ساعتين أتى ساعة عشر أشكر طيبة متابعتكم والزميل حسام الجبالي يلقاكم بعد دقائق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة